اشتركوا في القناة اكتر من الف سنة مدينة كنطوبة كان فيها تمانية وعشرين ضاحية تمانية وعشرين حي تخيل اتساع المدينة شكله ايه كان فيها تلتاشر الف دار ولما نقول دار معناها فيلا معناها جنينة معناها فيلا او بناء في وسط الحديقة وحديقة واسعة حول الدار كان فيها نصف مليون مواطن كانت المدينة التانية على مستوى العالم فيه كعدات السكان اللي هي نصف مليون المدينة الاولى كانت بغداد تلاتة مليون التانية كرطبة نصف مليون التالتة اشبيلية اسلامية برضو ربعمائة الف اعظم مدن في العالم اكثر مدن العالم كسافة وحضارة كان بيسموا كرطبة جوهرة العالم الناس اللي عايزة يعني تتفرج على شيء يروح يتفرجوا على كرطبة يروح يتفرجوا على مدينة الزراء فرع من فروع كرطبة حي من احياء كرطبة يتفرجوا على قنطرة كرطبة على مذجة كرطبة على مكتبة كرطبة جامعة كرطبة يعني سبحان الله كانت شيء مبهر الشوارع في كرطبة في ذلك العنق في التاريخ كانت مرصوفة مرصوفة بالحجر تخيل الشوارع كانت مضاءة ليلا في القرن 21 ايام في بعض المدن غير مضاءة او بعض الكرة غير مضاءة مدينة كرطبة من الف سنة كانوا مضاءة ليلا كان فيها اسواق متخصصة يعني مش سوق المدينة كده جامع لكل شيء لا فيه سوق للسلاح فيه سوق للذهب فيه سوق للكتب فيه سوق للظهور حتى اسواق حاجات غريبة الظهور النادرة لها سوق خاص الحيوانات النادرة لها سوق خاص كل شيء يعني عاملين له سوق للاوراق وانواع الاوراق سوق للاصطناعات الكيميائية سوق للأدوية سبحان الله فعلا اكثر المدن علوة في مجال الاقتصاد كانت كرطبة في ذلك الزمن الجامعات العلمية كان فيها طبعا جامعة الجامعة الاموية وجامعة كرطبة من اعظم جامعات العالم وكلنا عارفين الرسالة المشهورة التي ارسلها ملك انجلترا الى احد يعني حكام المسلمين يشام المعبد الرحمن الثاني في الاندلس ويرجوه في هذه الرسالة ان يعلم ابنته ومجبوعة من علماء انجلترا العلوم في جامعة كرطبة ومضى الرسالة خادمكم المطيع ملك انجلترا كرطبة كان فيها كم مستشفى باريس عارفة المستشفيات بعد المستشفى الاسلامي الاول بتسعمائة سنة بعد المستشفى الاسلامي الاول بمتين سنة كرطبة كان فيها كان مستشفى كابل باريس بسبعمائة سنة كان فيها خمسين مستشفى في مدينة واحدة كان فيها 3000 مسجد وتخيل حجم المدينة شيء طبعا مبهر يا اخواني دي مدينة كورتوبة سنة 350 هجرية تعالوا نبص على مدينة فاس سنة 600 هجرية مدينة فاس كانت من المدن الصناعية الاولى في العالم مدينة فاس كان فيها اكتر من 3000 مصنع لنسج السيارة بالضغط 33-64 كان فيها 47 مصنع للصابون 86 مصنع لدبغ الجلود 116 بار للصباغة 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس 11 مصنع للزجاج 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاق 400 مصنع للورق 188 مصنع للفخر وكان فيها 200 مكتبة لبايع الكتب سنة 600 هجرية يعني من اكتر من 800 سنة من الوقت هذه مدينة فاس وهذه انثلة ليست هذه حضارة المسلمين العلمية احنا بس بنفتح صفحات بسيطة جدا 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 في حضارة المسلمين العلمية حضارة الاسلامية اخواني فعلا كانت حضارة تجمع بين علوم الشرع وبين علوم الحياة كانت حضارة تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الإنسان حضارة تجمع بين المادة والروح كما رأينا حضارة تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الأخيرة حضارة فعلاً متميزة حضارة فعلاً مختلفة عن غيرها من الحضارات اشتركوا في القناة